فمنذ الأزل تشكلت علاقة قوية بين الإنسان والحصان الذي لا يعد بنسبة للإنسان مجرد حيوان وإنما رفيق حقيقي في الحياة اليومية وأرش الحرازلية ببلدية حاسد دلع له ارتباط جذري منذ الأجداد بالفرس وطلقات البارود التي صنعت الفرجة ورسمت في الأذهان صور الشجاعة والبطولة وحب ركوبة للخيل والمغامرة المتوارثة عبر الأجيال نكبرنا ودهشنا شوية وما نجمناش نفرطوا فيها رانا نقدموا في ولداتنا ونعلموا فيهم في هذا الأمور باش قال لك اللي خلالوا بوح حاجة يتبعها وما ناش قادرين باش نفرطوا فيها ونادي الفروسية المولود الجديد الذي أسسه شباب الأرش له طموح لترسيخ المولوث الثقافي في أوصات الشباب والإطارات من بينهم الأستاذ والطبيب والإمام بحيث أنه هذه الشباب اللي متواجد معاكم وعدوا الخيول كلهم جلهم إطارات فيهم مهندس الدولة فيهم الطبيب فيهم الأستاذ يعني هذا الناس تخرج للترويض عن نفس يعني للخروج من ضجيج المدينة وروتين العمل فلعل نجد متنفسا آخر هؤلاء حملوا مشعل الآباء والأجداد الذي ورثوه من المقاومة الشعبية وواصلوا مسيرتهم بكل حزم وتحدي بهدف المحافظة على السلالة العربية والكرم الذي تشتهر به عاصمة الحربية ترجمة نانسي قنقر